السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم عزيزي المتابعين في قناة ايماب تيك اليوم ان شاء الله راح يكون ويا انا فيديو استثنائي عن طريقة عمل ريستور لآيفون ستة طبعا المعروف انه عمل ريستور لاجهزة الابل تكون باستخدام الايتونز او الثريو تولز نحن اليوم ما راح نستخدمنا هذا البرنامج ولا هذا البرنامج الايفون لجانب هاي الوضعية ايفون ستة تم ايقاف الايفون ومثل ما تعرفون انه من يجيك الايفون هاي الوضعية لازم نسوي ذا ريستور راح نستخدم برنامج الابيك سوفت اي او اس اللوكر بدل الايتونز او الثريو تولز نسأل ونروح الى اوبشن الويب باس كود وننطي ستارت اهنا هذي يقول لك دخل الجهاز الى وضع الدي افيو مود فنحن نطف الجهاز وندخل الى وضع الدي افيو مود عن طريق الضوط على زر الباور زايدا من هوم سوية هس نختار نوع الايفون ايفون سيكس وهنا انطالي انه اخر اي او اس هو اثناش خمسة واحد حتى بعدها يبدأ يطبق السوفت يطبق على الجهاز طبعا البرنامج ينطيك سرعة عالية جدا تصل اكثر من اثنين ميجا بايت بير سكن انا اصحكم تستخدمون هذا البرنامج كلش حلو وصل عني تقريبا تسعين بالمية وباقي الاشيه السوفت عبارة عن جاكتين وثمانمائة ميجا اذا راح يبدي اه يطبق السوفت على الايفون هنا اذا يقول لك اه بليس ريد the following carefully عن انتر four zero to confirm اللوك يقول لك اقرأ المعلومات بالاس في المطق هي هل ثلاث نقاط واذا ما عندك مشكلة فدخل اربع اصفاره حتى تتأكد عملية اللوك او السوفت وير للجهاز النقطة الاولى اذا يقول لك انه حذف الباس كود او الباسوارد مع شاشة راح يمسح لك كل معلومات الجهاز النقطة الثانية اه راح يحدث لك الجهاز الى اخر اصدار والنقطة الثالثة اه يقول لك اذا فاين ماي ايفون اه مش تغضى عندك راح تحتاج انه تدخل الاي كلاود بعد ما يكمل عملية الريستور لانه اه ما راح تقدر تتخطاها بدون ما تدخل الاي كلاود لانه المعلوم انه من اه ان شغل الاي كلاود راح تشتغل خدمة الفاين ماي ايفون هسه اه راح يبدي يطبق السوفت على الجهاز فاني انتظره الى ان يكمل عملية الريستور طبيعية حالة حالة الريستور اللي نسويه بالايتونز او بالثريو تولز بس باستخدام برنامج مختلف اخnier كروف اطبع ان البرنامج استخدمت اكثر من مرة على اكثر من جهاز برنامج قوي جداade خصوصا سرعة داولود عالية اكثر من 2 ميجا ليس مثل ما اسوي داولود للسوفت وانتظر الى ان يكمل ممكن يأخذ عندي ساعتين او ثلاث ساعات حسب سرعة النت طبعا عندك مثل ما تعرفون انه النت بالعراق ليس ذاك النت المضبوط اللي نقدر نعتبد عليه خصوصا عوقات الذروة هسا داولود رستور وراح يكمل ما بعقل اشيه طبعا انا سرعت بعض ازاع الفيديو حتى الفيديو يكون مفيد وما يكون ممل ساعة مولا ثلاث وقت ن space تبلغت عندي عملية الريستور و Marian Lee يطبق السوفت و Camera على الجهاز Tier بعدما اكمل الشوفتوار او الرستور هنا يقول لك you have unlocked your device successfully يعني قدر تفتح جهازك بنجاح حسنا احنا انتح شغلنا بعد البرنامج ناخد البرنامج وافتح ال three u tools ننطيقه اوكي مثل ما دا يشوفون ايفون 6 اصدار 12.5.1 اذا يقول لك الاكتفيت not اكتفيت او اه اكتفيت نعم اه فهس احنا اه مجرد انه اه نسوي الاكتفيت ناو حتى نشيك انه اقو علي اي كلاود او لا. اذا اقو علي اي كلاود فرح تظهر انه ندخل حساب الاي كلاود الموجود على الجهاز حتى نتخطى هذه الخطوة. اه واذا ما اقو علي اي كلاود تكمل باقي الاعدادات وراح يتكسب عندك الجهاز بصورة طبيعية. مثل ما تشوفون الجهاز علي اي كلاود فلات مدخل هذا الاي كلاود اللي يبديلي بحرف ال او وامتداد ميال دوت اريو ودخل الى الباسوالد حتى اقدر تخطى هذه الخطوة اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لازركم كل ما هو جديد. اشتركوا في القناة